اشتركوا في القناة استاذ جامعي في حكومة النظام يتحدث لصحيفة الوطن الموالية عن الفساد في حكومة النظام ويكشف استثناء 25% من السوريين من قوائم الدعم انطلاق حملة التطايم الثانية من نوعها خلال العام الحالي في مناطق شمال غربي سوريا ضد مرض شلل الأطفال تبالغ أعمارهم حتى خمس سنوات أهالي بلدة المزرعة بريف السويدة يطردون دورية روسيا من المنطقة ويرفضون تسلم مساعدات إنسانية منها بحسب شبكة السويدة 24 سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى النظام يعلن عن مهمة إنسانية لاستلام 16 امرأة وطفل من رعاياها ضمن عوائل تنظيم الدولة المحتجزين في مخيم روج بريف الحسكة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يأمر بفتح تحقيق حول غار أمريكي على بلدة الباغوز شرق دير الزور عام 2019 أدت إلى مقتل العشرات بينهم نساء وأطفال اشتركوا في القناة